خبرنا قبل الأخير النهاردة في حلقتنا وفي جزء الأخبار اتحاد الريشة الطائرة يكرر منتخب الناشئين بعد التتويج ببطولة أفريقيا اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حساب الله عمل حفل تكريم لمنتخب الناشئين تحت 15 سنة بعد النتائج المتميزة اللي كان حققها المنتخب في بطولة أفريقيا الأخيرة واللي كانت في مدينة هريري عاصمة زمبابوي وزمبابوي من الدولة المتقدمة في الريشة الطائرة في الفترة من 6 حتى 15 ديسمبر اللي احنا فيه مجلس الدارة كان حريص على تقريم اللاعبين والاحتفال بيهم قبل أمورهم كمان كنوع من التقدير لمجهودهم الكبير اللي بزلوه مع أولادهم في الفترة اللي فاتت والدكتور علي حساب الله قال لأولياء الأمور أنهم شركاء في النجاحات دي وأنهم الأساس في أي نجاح بيوصل لي أبنائهم في الفترة اللي فاتت ده وضع طبيعي جدا زي ما قلنا أن الأسرة هي الخلية الأساسية للنجاح الأسرة لو دعمت اللاعب ودعمت ابنها ودعمت بنتها بشكل كبير هي الدعم الأول ابنها بيبقى في حتة تانية آه الاتحاد والمنتخبات والحاجات دي كلها أمور مهمة ولكن الأسرة هي الأساس مصر كانت حققت في بطوط أفريقيا دي سبع مدليات وهجوم كالآتي أربعة فضة تلاتة برونز وكانوا كالتالي فضيت الفرق فضيت فردي الناشئات عن طريق نور محمد فكري فضيت زوجي الناشئات عن طريق نور محمد فكري وملايكة محمد حسن فضيت الزوجي المختلط عن طريق مؤمن خالد محمد وملايكة محمد حسن برونزيت فردي الناشئات عن طريق ملايكة محمد حسن برونزيت زوجي الناشئات عن طريق ميرا علي عبدالغفور ورحيمة حسين خالد برونزيت الزوجي المختلط عن طريق أمر الصبان ونور محمد فكري وشارك منتخبنا الوطني في البطولة بقائمة تضم تسع لعبين مواقع أربع لعبين وخمس لعبات وضمه منتخب الناشئين كلها من مؤمن خالد محمد أحمد محمد عبد العال محمد عمر نعمان وعمر أحمد الصبان فيما ضمه منتخب الناشئات نور محمد فكري رحيمة حسين خالد ملايكة محمد حسن وميرة علي عبد الغفور لينا الفرماوي وترأى أصبحت منتخب المصري في زنبابوي كريم أحمد شديد عضو مجلس دارة الاتحاد المصري ريشة الطائرة بينما قادر منتخب فنيا هشام سليمان وعوانه محمد أبو الحمد في منصب المدرب العام كده يكون خلصت أخبارنا الحقيقة وحاولنا بقدر المستطاع نحن نحط حضراتكم قدام كل ما الأحداث المهمة هذا الأسبوع سواء في اليومين اللي فاتوا أو في اليومين القادمين إلى الحلقة القادمة